السلام عليكم و شلوكم شباب اليوم لدينا استبدال شاشة iPhone 11 Pro Max لكن بطريقة لا نجعل رسال التحذير تظهر عندك والتروتون يشتغل طبعا بالبداية نشيل IC التشفير من الشاشة الأصلية للجهاز نرفع IC بهذه الطريقة ننظف IC من الصدر القديم مع الشركة هنا نجيب الشبلون الخاصة لصب الإيسيات للشاشة و نخلي درجة حرارة الصدر اللي هو 138 حتى من احتاج حرارة عالية من القاعد الإيسي بالشاشة الجديدة هنا نخلي شوي فليكس على الشاشة الجديدة حتى نخلي الإيسي اللي ضبطنا موسيقى جدنا الاسي طبعا لازم تقعده بدرجة حرارة 145 الى 150 بالزايد والهو 25 او اقل حسب ايدك وسرعة لازم تكون حتى من اثر على الشاشة بالحرارة موسيقى نا بعد ما قاعدنا الاسي على الشاشة الجديدة موسيقى يجي هنا نشيك الشاشة بعد ما شديناها طبعا التروتون مشتغل بدون اي برمجة بعد ما شدينا الشاشة يجي على الستينج و نشوف اذا اكو رسالة تحذير مثل ما تلاحظون اي رسالة تحذير للشاشة ما هذا شغل مايب بالنسبة لاستبدال الشاشة طبعا بطريقة احترافية وبصراحة شاشة فلاسي دي اي جدا عجبتني كالوانه كلمس اللي هي تروتون اي سي مكتوب عليها